للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله و رسوله أولئك هم الصالحون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما يبوتوا و يؤثرون على أنفسهم و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شرح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لا تجعل في قلوبنا بالمثل الذين آمنوا ربنا إن ترأوه رحيم ألم تر إلى الذين نافتوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قتلوا لا ينصرونهم ولإن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قول لا يفققون لا يقاتلونهم جميعا إلا في طرم محصنة أو من وراء جنر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شدا ذلك بأنهم قول لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وما لأمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إن طال للإنسان كفر فلما كفر وقال إني بريس منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله خانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يزدوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جمل لرأيته خاشعا تصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارد يصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر